بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كم نحن بحاجة إلى قصص الصالحين وسيرهم الراقية الطاهرة الجميلة التي تزيد القلوب رقة وتملأ الأرواح همة خصوصا في هذا الزمن الذي غلبت عليه المادة فصرنا أسرا للغفلة والإنشغال وزحمة الحياة سأبدأ بإذن الله هذه السلسلة الإيمانية في سير الصفوة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن عرفوا بالصلاح والتقوى ممن عرفوا بالكرامات ممن عرفوا بالحب الإلهي البكاؤون المنكسرون الخاشعون ولعل من أبرز الكتب التي أنصحكم بها كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي بإذن الله تعالى ستكون هذه سلسلة لأجمل ما قيل في هذا الكتاب وأجمل القصص المؤثرة فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن سيرين قال سمعت شريحا يحلف بالله يقول ما ترك عبد شيئا لله توجد فقده يقصد أن الله يعوضه خير إذا كسر المؤمن نفسه وخالف هواها لوجه الله العظيم فإن الله تعالى يعوضه خيرا مما ترك وهذا مشهود ومعروف ومتواتر قال ابن سيرين ولا أرى شريحا حلف إلا على علمه يعني الرجل ما قال هذه الكلمة إلا أنه متيقن مجرب عارف لهذه الحقيقة وروي في الأثر عن الأعمش عن خيثمه قال تقول الملائكة يا رب عبدك المؤمن تزوي عنه الدنيا وتعرضه للبلاء قال فيقول للملائكة اكشفوا لهم عن ثوابه فإذا رأوا ثوابه قالوا يا رب لا يضره ما أصابه في الدنيا عندما يرون النعيم العظيم والملك الكبير فيرون أن هذا البلاء يعني تافع لا شيء بالنسبة لهذا الجزاء العظيم عند الله يوم القيامة فيقولون يا رب لا يضره ما أصابه في الدنيا لا يضره ولا شيء هذا بالنسبة لي للفضل والكرامة العظيمة التي تنتظره في الآخرة قال ويقولون عبدك الكافر تزوي عنه البلاء وتبسط له الدنيا قال فيقول للملائكة اكشفوا لهم عن عقابه فإذا رأوا فإذا رأوا عقابه قالوا يا رب لا ينفعه ما أصابه من الدنيا يعني كل النعيم هذا الذي أخذه في الدنيا واستمتع به لا شيء حباء ثره أمام العذاب الأليم المهين الذي ينتظره في الآخرة قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد هذا الكافر الجاحد المعرض عن الله عز وجل له عذاب أليم في الجحيم لأنه أعرض عن الرب العظيم الكريم المجيد أرحم الراحمين أعرض عنه وهو الذي خلقه وسواه أوجده من العدم وجوده وكيانه وذاته وكل ما حوله من الله ومع ذلك يعرض عن الله ولا يريد الله الله عز وجل عزيز مجيد سبحانه وتعالى من أعرض عن الله أعرض الله عنه وكما وردت في الآية الكريمة فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا كيف هو اللي أوجدك وتشرك به كيف تجعل مخلوق ضعيف هباء في كون الله تجعله مع الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وما أنت بمسمع من في القبور كما قال جل وعلا ويقول أحد الصالحين ممن رأى سفيان الثوري رحمه الله ورضي الله عنه يقول لو لقيت سفيان في طريق مكة ومعك في لسان تريد أن تتصدق بهما وأنت لا تعرف سفيان ظننت أنك ستضعهما في يده يعني من شدة تواضعه يقول وما رأيت سفيان في صدر المجلس قط إنما كان يقعد إلى جانب الحائط ويستند إلى الحائط ويجمع بين ركبتيه حتى جلسته جلست تواضعه لا يحب التصدر والوجاهة يجمع بين ركبتيه يعني حتى الجلسة فيه تواضعه ونتحدث الآن عن لحظة وفاة سفيان الثوري عن أبي أبجر قال لما حضرت سفيان الوفاة قال يا ابن أبجر قد نزل بي ما قد ترى فانظر من يحضرني فأتيتهم بقوم فيهم حماد ابن سلمة وكان حماد من أقربهم إلى رأسهم قال فتنفس سفيان فقال له حماد أبشر فقد نجوت مما كنت تخاف وتقدم على رب كريم فقال يا أبا سلمة أترى الله أن يغفر لمثلي قال إي والله الذي لا إله إلا هو قال فكأنما سري عنه يعني كأنه ارتاح سفيان الثوري عندما شهد له هذا بأنه صالح وأن شاء الله أن الله يغفر له عن عبد الرحمن بن مهدي قال رأيت سفيان الثوري في المنام فقلت ما فعل الله بك؟ قال لم يكن إلا أن وضعت في اللحد حتى وقفت بين يدي الله عز وجل فحاسبني حسابا يسيرا ثم أمر بي إلى الجنة فبين أنا أدور بين أشجارها وأنهارها ولا أسمع حسا ولا حركة إذ سمعت قائلا يقول سفيان بن سعيد قال تحفظ أنك آثرت الله على هواك يوما قلت إي والله فأخذتني صوان النثار من جميع الجنة صوان النثار هذه مثل الصحونة التي توضع فيها الورود ويعني الحلويات التي إذا دخل مثل العريس أو العروس يبدأون ينثرون عليهم هذه الورود وهذه مثل الحلويات فرحة وابتهاجا بهم يعني فاجأوه بالفرح والسرور وبدأوا يلقون عليه يعني هذه النثار ما هي النثار الجنة الله أكبر قال عامر بن قيس من خاف الله أخاف الله منه كل شيء ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء الله أكبر من خاف الله أخاف الله منه كل شيء الله يجعل فيه الهيبة والرهبة الناس تهابه لأنهم اتصل بالله لأنه لا يرى نفسه ويرى أن القوة كلها لله فتحققت فيه العبودية فأحبه الله فجعل الهيبة عليه ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء تجده يخاف من المستقبل يخاف على أمواله يخاف من الحوادث يخاف يخاف غير مطمئن محروم من السكينة محروم من الراحة والأطمئنان بالله قال الحسن البصري إنكم لن تنالوا ما تحبون إلا بترك ما تشتهون ولا تدركون ما تؤملون إلا بالصبر على ما تكرهون هذا والحمد لله رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر